موسيقى طباح الخير اعلان وزارة الدفاع السعودية انتهاء الخطر الحوثي على المملكة ودول الجوار التي تتبعها قيادة دول التحالف الذي اطلق عملية دعم الشرعية في اليمن ببيان اعلنت فيه انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية يوم امس وبدأ عملية اعادة الامل هذا ما شكل الحدث الرئيسي في صحف بيروت وسنواكبه في حلقة اليوم مع سفير لبنان السابق في واشنطن الدكتور عبدالله ابو حبيب سعادة السفير صباح الخير نتيت اهلا وسهلا فيك كمان ستكون لنا يعني نقاش سيكون لنا نقاش في عدة مواضيع لبنانية من وضع الحكومي للفراغ الرئاسية لليوم في جلسة رقم 22 لانتخاب رئيس وانتهاء ببدء تطبيق انون السير الجديد ولكن سنبدأ الحلقة بالطبع بالمشهد الاقليمي من خلال كاريكاتور حسن بلايبل بجريدة الديلي ستار رسم قارب صغير فوقه يمنيان يتعاركان بخنجرين وامامهما بارجة ايرانية تقول انا اراقب فقط وخلف البارجة حامل الطائرات امريكية قائلة وانا ايضا شو بتستنتج من هالتصوير الكاريكاتوري وقديش حجم اليمن صغير نسبة لحجم البوارج يلي وقفي بوجه والصيف وليك بوارج نعم هو بعدهم بالخنجر بعدهم بالخنجر اليمن بلد انمائيا متأخر كثير انا بعرفه منيح لان اشتغلت عليه بالبنك الدولي متأخر كثير بده كثير 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 انمائيا حتى يصير بلد فئير يعني بلد فئير كثير يعني فالهيك يعني المقاتل التقاتل بين بعضهم بيأذيهم لقلهم لنفسهم من دون ما يأذي غيرهم فالاجدى منهم انه يتفقوا وهنا عادة المعروفين بيتفقوا اكتر من غيرهم يتفقوا ويمشوا بقضية التنمية لانه شعبهم بحاجة كثير لمساعدات خارجية هل تعتبر يعني انطلاءا من اداءتك على هالنقطة تحديدا انه عدم وجود تنمية كافية في اليمن في اليمن عفوا سبب من اسباب ما قالت اليه الامور على سعيد التقاتل بالشارة الاوسط الاقتصاد ما بيسبب حرب لسبب حرب السياسي من خلال الفقر بينفذ من يريد ان يطبق سياسي معينة هذا المقصود بالسؤال من دون شك يعني مثلا الحوثيين يعدين بأفقر المناطق اليمنية ومن ثم هين تجميعهم وهين تمشيتهم بالاخير صارت نوعا ما مذهبية باليمن اكثر ما هي قبائلية يعني مثلا بوقت ملاوات كان الحوثيين ضد علي عبدالله صالح نعم برجعوا التقل والمملكة العربية السعودية عم تساعد علي عبدالله صالح فيها فتغيرت تغيرت صارت القضية مذهبية اكثر مما هي انمائية لكن اللي انتي مصبوط انه الفقر عادة بيسمح انه جيب ناس ومشون بالطريق الحرب يعني هون سؤال تعتقد انه هلأ من بعد ما انتهى اليه المشهد باليمن رح نكون امام صفحة جديدة يعني امام حوار ربما طال انتظاره بين الافريقاء اليمنيين ان شاء الله ان شاء الله ما بده هلأدي باليمن لانه انا ما بعتدي رئيس السابق يعني وبعت الدول التحالف عم تغلت انه تتمسك فيه لانه غير قادر انه يلقط اليمن لانه قاعد عطو سنتين رئيس الحالي رئيس الحالي نعم رئيس الحالي عطوه سنتين بالبداية من سنة الحياش 13 انه هاي فترة انتقرية بقى لليوم لسنة 15 وما خلصت وبعد ما عنده وزارة مثل الخلق يعني فاليمن عادة اذا الوحل بروح لتاريخها بتلايوها من بعد المشاكل بيعملوا مجلس رئيسي من 4-5 اشخاص وبينتقوا بيمشوا فيها وبتفقوا ما يعني الخلفات دايما موجودة بينتهم بس مش بالعنف اللي صارت بالمدة الأخيرة نعم هل خلفات شكلة ونوعة هل بيشبه الخلفات الموجودة بسائر الدول العربية يمكن منها لبنان يعني قلت انه الرئيس سنتين ما قادر عمل شي نحن بلبنان سنت سنين ما عمل شي يعني اذا فيه افريقاء بالداخل عم بعطله على شو رح يقدر يعمل اي رئيس يعني سواء اليمنى او غيره الهيكي بده من الاول مجلس رئيسي دايما 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 حلوة انا بعرفة التاريخة منيحة لليمن نعم معظم وقيته حلولة حلولة مشكلة داخل مجلس رئيسي وشوي شوي ترجيا يمشوا على الرئيسي فانك تبلش تعطيه لواحد ساعة تبلش التفكير شمالي جنوبي يزيد زيدي تقسيم يعني بتصير تقسيمات موجودة لان هالشخص بتصيره يشككه فيه بينما بكون في مجلس رئيسي غير شكل يعني بتعتقدوا الحل لقلنا كمان المجلس الرئاسي هلا هيك بانت بارانتاز قبل ما نكمل بالموضوع الاقليمي لانه اليوم في جلس رقم 22 انتخاب رئيس وبعد ما في امل يعني بانتخاب هذا الرئيس ممكن مرة هون عندك حيرة عن مجلس رئيسي مثل سويسرا ما قلنا مثل اليمن بس قلنا مثل سويسرا ع اساس بالتداول وعنده الصلاحيات اللي هي بحك بديك تجربي اشياء غير الموجودة هالأشياء الموجودة مش ماشي فتجربي اشياء جديدة مش معناتها انه الواقفة يعني بدأتنجح بس انه لابد من تجربتها هايدي يعني مجلس رئيسي بالتداول الرئيسي فيه يكون موزع الصلاحيات نظام جديد يعني مش انه قد يكنزلها فيك انت تخليها يعني فيك تخليها من دون تضرب الطائف بالمرة يعني لا ما حدا عبدو يضربه المهم انه فيها بالراس كيف وكيف تزبطيها بين الحكومة والمجلس نواب والاخر هي بتتضربة طابقا يمكن هون المشكلة بالدرجة الاولى رح تكون مع بكركة يعني قبل ما تكون مع اخرين باي حال رح نرجع للموضوع اللبناني بس بدأ ابقى بالمشهد الاقليمي اليوم ساعة السفير اخترت انه تكتب بجريدة السفير على الصفحة الاولى مقال عن اوباما بعد الاتفاق مع ايران قبل ما استعرض مضمون هالمقال ليش اخترت تركز على هالموضوع وهل بتعتقد انه هذا الاتفاق ده تحديدا له علاقة بشكل او باخر بما يجري في اليمن لا ما قالوا يعني كل واحد يعني لو كانت اليمن مسالمة ما احد رح يجي يبلش عاصفة حزم عليها ما كانت مسالمة كان في خلفات وكان في تهديدات موجودة يعني باليمن فمش الاصل ساعة بتاكي بس اليوم اوباما مبارد ما يعمل شي مع ايران لان ما فيه اتفاق نهائي بعد مع ايران ما بده زبط الامور مع بقية الدول الحليفة اللي ما كتير ما ايدي هذا الاتفاق هذا بالخارج كتبت عن الدول السنية تحديدا يعني دول الخليجية دول الخليجية واسرائيل كمان ما تنسيز اسرائيل اهم باللعبة الامريكية من اي دولة عربية واجتمعين يعني حطا نعم بده زبط هالامور هايدي فيها وبده زبط الامور بالداخل كمان الداخل في معارضة قوية لالون فالهيك عم بيجرب كل جهده انه يحتوي هذا الخلاف من اجل انه يجيب انا قلت بذكور بهذا المقالي انه عكس شورج بوش انه هالدول المارقة ما لازم نهتم فيها بالعكس اذا نقدر نجيبها تدخل اللعبة الدولية والنظام الدولي ومنهم ايران اعتبرت بمقالك ان اوباما امام تحديات كبيرة مصدر داخلي وخارجي يتعلق بدول الشر الأوسط العربية منها واسرائيل وسياسته تبدو مركزة على ايران التخفيف من سياستها التوسعية والتعاون الايجابي مع محيطها العربي السني وعلى الدول الخليجية التي تضبط الداخل خاصة من النواحي البشرية والاديولوجية المتعلقة بدعم المنظمات الإرهابية الجهادية واحتواء معارضة اسرائيل اضافة لحواره مع الكونغرس لمساعدته بإلغاء كل العقوبات وانتدريجها على ايران يعني كثير التحديات هل بتشوف حجمها بساعد على التوصل الاتفاق نهائي بتموز في صعوبة وي يعني شو بده يصير بتموز يعني انا مبرهن على انا مبتكرة حتى تنتهي بتموز بلا تمتدى اخر الصيف على خل نعم انا مبرهن اليوم على نجاحها بتموز مراهنة يعني عالية اما بقلك دولارك بمية مثلا بهالطريقة بشارت اكيد ايه منه شارت لان صعبة وصعبة على اوباما ايها اصعب التحديات الداخل ولا الخارج اتنينتهم اتنينتهم بقوة ايران كمان اول شي اللوجستيك مع ايران بقوة ما خلص التفاصيل التقنية التقنية ما بين ايران والمجموعة الستة او الخمسة زائد واحد ما خلصت بعد وهيدي يمكن اهم شي انه شو بتعمل اليوم اذا حدا قال او شي وكالة العالمية الانووية قالت انه ايران رجعت تب دغري من رجع للعقوبات ايران ما بترضى لا امريكيان بدون هيك فكتير اشياء صغيرة بعد ما حلوها بين هيدا اللي بسموه شيطان التفاصيل هيدا سموه شيطان التفاصيل انه بعد بكير كتير حطر واحد يقول انتفق نهائي انتفقوا من فوق مش من تحت مش على التفاصيل صغير هل هالشي بفسر التباين بالمواقف الايرانية بين المرشد والرئيس والمزراء وحتى الشارع كانت ردة تفعله ملفتة عن توقيع اتفالي طار المرشد بدو العقوبات كلها تزال تزال ما بيقدرش ديلا اوباما نعم يعني في عقوبات جاي من الكونغرس ما بيقدرش ديلا الكونغرس بدوش ديلا او بدت انت مدتها لأ هو بدوها كلها تنشال اوباما بيقدرش ديلا نوعي من العقوبات العقوبات الدولية اللي جاي من مجلس الامن والعقوبات اللي طالعها من البيت الابيض من اي رئيسي بلشي طاع ايام كارتر نعم من الجديدة لا فكلهم هوا بيقدرش ديلا اوباما قلت انه يسعى لاستمالة الكونغرس والجمهوريين تحدينا ليش بدو يسلفوا هذا النصر الجمهوريين وهو على مشارف انتهاء ولايته اللي عبي سلفو هن ديمقراطيين نفسهم انه لانه الجمهوريين ما عندنه التلتين لان اي شي بيخلوا قرار فيه بمجلس النواب بدو تلتين بدو تلتين لانه فيه فيدتو للرئيس نعم بدو تلتين ما عندنه التلتين ديمقراطيين وعدوا انه هن بيحافظولوا على هالقوة دي خلينا نشتغل مع بعض كلنا شركنا وخلينا نشتغل من اجل انه مسحوا كمان نقنعهم بازالة العقوبات تدريجيا يعني اشتركوا بالعملية بس ما في شي مسوقر ابدا اليوم الخطر الحوثي انتهى بحسب المستقبل واليمن يستعيد الامل وهناك عدة اهداف سيبدأ تطبيقه ابرزا الاسرع باستقناف العملية السياسية المبادرة الخالجية الحوار الوطني الشامل والاستمرار بحماية المدنيين ومكافحة الارهاب هل في اي مكون برأيك لا يناسبه استدباب الوضع في اليمن انا بتفكير سلام باليمن هو مصطحة الجميع نعم ومصطحة اليمنيين طبعا مصطحة المملكة العربية السعودية ومصطحة ايران والامريكان والكل القصة كيف تجي بيها انا بتكير بعض في الخلاف مثل اليوم تصريح حوسي بقول نحن لن نقبل عبد ربه رئيسا رئيسا عودته والاخري التحالف ما شدد على هيك شي بس يبدو انه احد المطالب فما رح تكون هيني هالقصة اذا حتا انا اذا بكون هو احد اعضاء مجلس الرئيسي تنحل اكتر لكن ما رح تنحل فيه لميزان الربح والخسارة كيف بتشوفه الكل خسرانيين الكل خسرانيين من كل النواحي يعني اليوم اللي بتضرب بالجو مرح تربحي هاي الولايات المتحدة لمضربة شمال فيتنام فيتنام الشمالية بايام عم نحكي عن السبعينات مرح تحالف بالعكس بالاخر خصوته اليوم رئيس اوباما بايران او على داعش بقول هاي دي بدل 3-4 سنوات لا لانه بالجو مبتعد تربحي الحرب اسرائيل بلبنان مش ضرورة تكون زيت شي وزيت المثل بس كلها ممثلة لبعض المطول المعنى وما انه تأثير لا بدون شك انه اليوم مثلا عندنا اسرائيل هنا من تجسر وما عاش ندلو نتحرك صار في فرح لمن وقفت اسرائيل الضرب بس ماري بحيد الحرب نعم انا متأكد انه الحوسيين وغير الحوسيين هللوا لوقف اطلاق النار طارق لحميد اشار لتدشين مشروع مرشال عربي سماه الوزير وزير خارجية اليمن بمشروع سلمان التطويري لليمن والفارق واضح بين مشروع سلمان ومشروع ايران شو هو مشروع ايران هلأ باليمن اولا المملكة العربية السعودية انا من لش اشتغل على اليمن طبعا مش هلأ بس بسنة 76 نعم وديما معظم المشاريع كانت تتمول من المملكة ومن دول الخليج والسناديق التنمية في الخليج والمملكة فمنه يعني اللي بيعرف اليمن 76 وبيعرفها اليوم الفرق شاسع يعني الانماء هائل فيها لكن بعدها متأخر كتير ولا مرة كان فيه لا ايام الشاه ولا ايام ما بعد الشاه يعني ايام الثورة الاسلامية كان فيه مساعدات انمائية مباشرة لليمن من ايران يعني ديما معظم المساعدات الانمائية كانت تجي نعم من دول الخليج وخاصة من السعودية ايران ولا مرة ساهمة الا اذا كانت مساهمة لفئة من الفئات ما بعرف فيها بقى كانت يمكن تساهم بطريقة اخرى مثل مساهمتها بدول اخرى أليس كذلك؟ اه ما اظن اليمنيين بحاجة لسلاح كل يمني ما بيمشوا معوا خنجر بس مش هون 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 بحطوا على المصر دغرب ايش له وعنده الاسلاح يقال عنده الاسلاح اليمنية مثلا خم يعني لكل واحد ثلاثة بوريد اما ايك شي طبعا في منها اجيما ادو فائد سلاح يعني دايما البيوتهم مثلين سلاح كلهم اليمنيين وحتى بعض الوقت بتشوفهم ماشيين بسلاحهم بالشوارع مش دروع بصنعه بس بغار صنعه بتلاقيهم ماشيين اي شي ابراهيم الامين اليوم بالاخبار اعتبر ان قرار وقف الغراط اشبه بهدنة تحتاج لتوثيق وتثبيت من خلال خطوات ميدانية وسياسية توفقه من دوشك من دوشك حكينا نحنا انه من دوشك بحاجة لخطوات ايجابية تفق عليها الجميع حتى نقدر نمشي مثلا انا اقترحت للك مجلس رئاسي نعم ويطلعوا 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 اليمنيين لحالهم بيضبطوا هلأ بلبنان على خلفية الموضوع اليمنى شهدنا ارتفاعا للاستجالات السياسية في الفترة الاخيرة هل اليوم رح ترجع الامور لقواعدها خرقين انه الرئاسي تأجلت من بعد اليمن بانتظار انتهاء اليمن لا بالخطاب السياسي بين فرقاء اللبنانيين باخر فترة يعني شفنا الهجوم المباشر على السعودية والرد عليه هل يومين بدكون فيه اعلان نصر لكل واحد من جهتين بعدين لكن من هلأ لاخر الجمعة بتكون رائعة العملية خاصة اذا ما عادت اذا ما عادت الخلف باليمن لبعضه شو بتقصد يعني اذا رجع الخلف برجع برجع هون الاصوات تطلع عنا بالبنان نحن هون انعكاس لكل الخلفات العربية يعني كلام السيد حسن نصر الله المباشر بالتهجم على السعودية يعني وكأن اسقط كل الشعارات معاوية اذا بدنا نقول ممكن يكون فيه عودة فيه للوراء لا بجوز بطل يحكي فيه مش عودة للوراء بطل يحكي فيه لأنه ما عادت قضية لأنه وقف الحرب وقف القصة طيب وقف الحرب بس تداعيات هالكلام ما رح تتفاعل بالأيام المقبلة سيما بالدول الخليجية اه اكراحان ما في هالمحبة بين ايران ومعظم الدول الخليجية مش موجودة ما فيه علاقات بعد يعني هاي اللي قلتوا بما قالي اليوم انه الامريكان بنشجعون يقلوا مع بعض ويحلوا مشاكلهم بطريقة سلمية لأنه الحرب ما بتحل المشاكل هاي مش الامريكان بقدر ما هي اوباما هاي تفكير اوباما اكتر ما هو تفكير امريكان الشامل لأنه في كثير امريكيين بحب حلوا قضاياهم بالحرب بعد الفاصل رح نحكي عن لبنان الحوار بين حزب الله وطيار المستقبل الهجوم على السعودية هل سيدفع ثمنه ثمنه عفوا اللبنانيون العاملون في الدول الخليجية والمواضيع السياسية العالقة لحظات واناوت ترد اللبنانيين من الخليج هل هذا هدف نصر الله المبيت سؤال طرحه اليوم علي الامين بجريدة البلد يشير فيه الى مزاج خليجي عام يبني على ما يطلقه السيد نصر الله من مواقف عدائية ضد السعودية وهذا المناقش الشعبي تجاه السلبي في الخليج تجاه لبنان هل يمكن ان يمتد نحو الحكام فنشهد مواقف رسمية ضد لبنان هذه هي التداعيات اللي كنت عم عملها اشارة قبل البريك بتخاف انه يكون فيه اجراءات بحق اللبنانيين في الدول الخليجية كان فيه اجراءات قبل مبلش السيد حسن نصر الله يحكي عن السعودية وزادت هذه مش بالكترة اللي كانوا كتير مستنظرين انه تزيد لكن الخليفات هذي يعني رح ضل موجودة يعني ما رح يوقف مثلا الحلفاء السعودية في لبنان من مهاجمة ايران لاني بده وقف انه اتفاق لا هجوم هون ولا هجوم هون وقاله رح يضلوا نهاجموا بعضهم ما تعبوا برأيك نبيل بمونصف اليوم بقول لعلهم تعبوا والبعد المذهبي يفترض ان يشكل نقطة مراجعة لدى حزب الله لانه كان بالفترة الاخيرة في مردود داخلي سيء لتصعيد الحملات على السعودية بدون شك بس انه بتوقف كمان هل بتوقف يعني الهجوم على ايران حلاص يعني هذي صارت هيك بالبلد هون فيه هجوم على ايران منه بزيت الزخم اللي موجود بالهجوم على المملك العربية السعودية لكن هذي رح يستمر اذا استمر من احد الفئتين يعني انه يتفقوا ان شاء الله بالحوار يتفقوا انه على وقف هذه الجميع بتوقف هذا بالموضوع اليمنى ماذا عن الموضوع السوري اللي بعده معلق الغاية هلأ ما فيه لا تقدم ولا تأخر على الموضوع السوري راوح مكانا ما بدى النار تحت الرماد يعني بهذا المعنى لا طبعا طبعا بانعكساته السياسية ما فيه اي اشارة انه فيه تحسن او للتعاون بسوريا مثل ما موجود مثل ما موجودة باليمن بالعكس في سوريا اليمنيين اتنائتهم بقولوا بنا نتعاون مع بعض نعم في سوريا هي بها مش موجودة هي مش موجودة في سوريا حبيب حداد بكاريكاتور الحياة رسم شاشة التلفزيون تعرض سقوط براميل متفجرة مع تعليق المأساة السورية وامام الشاشة وقف تمساح يرتدي ثياب غربية يرمز به الى الغرب يزرف الدمع معلوم دموع التماسيح ليش الغرب هالان لا مبالي بما يجري في سوريا لا مبالي مبالي بس ما مستعد او ما ميتصرف ما مستعد يدخل بالحرب اللي موجودة في الشرع الأوسط ما مستعد دخل بوقت ليبيا ساعد بوقت مصر ليش بيوضع سوريا للأمر مختلف لا مصر ما سياسيا مستعد طبعا عم بحكي عسكرية نعم بليبيا كانت الأمر أوباما مش الأمر كانت أوباما تعلم بليبيا انه بتضرب بتروح القدافي وقدافي مرت طب شو اجا بعده وتعلم من من أفغانستان من أفغانستان ومن العراق انه اذا انت مش ناوي تبقى هنيك أو قادر تبقى هنيك ما ما طعم العملية انك تعملها فلهيك ما بدو عيد ما بدو عيد بسوريا مثل ما أو باليمن مثل اللي صار بهديك البلدين فالذلك الغرب كله يعني اذا بتروح اليوم للبيات المتحدة وبتسأل الناس مثل 8% ما بدنا ندخر بشؤونهم بشؤون المنطقة يعني ما في مصالحنا غير مهددة نعم مصالحنا هنا مصالح الغربية غير مهددة فالذلك كيف نحن بندخل هلا الولايات المتحدة حليفة مع السعودية بتعطيها صلاح بتعطيها لوجستيكس تعاون لوجستي آه هادي بس ما تستنظري انه الأمريكان أو الفرنسيين الفرنسيين وبريطانيين بالبداية الحرب السورية كانوا متحمسين لكن بالأخير دع صفرامات طب وهلأ شو الشعب السوري هيك بيبقى لحاله عم يدفع الثمن يعني عدد الأطلة إلى الزياد المهجرين النازحين للأسف هيدي حل بتكون حل عربي على حل إسلامي ملتقى بعد عراب له لا من ممكن أن يلعب دور العراب اليمنية بيحكوا عن تسويب بيناتهم بالسورية مش عبيحكوا طب مين ممكن يلعب دور العراب للحل السوري اتفاق سعودية إيرانية واحده بيقدي بيقدي لأن الأمريكان والروس ما رح يتدخلوا مباشرة فلذلك بستعدين كل واحد أيد حليف يعني إذا إيران رضيت بحل ما الروس ما رح أقول لا وإذا السعودية رضيت بحل ما الأمريكان رح يبارك طب شو هو شكل الاتفاق اللي ممكن يجمع هالمكوناين بالنسبة لسورية بتلقى أي بلد آخر يعني بدت تعملي اعتراف بنفسي السياسي معين بقاء النظام بسورية بدت تطمينات كتير باليمن مش بحاجة لتطمينات لأنني بيطمنوا بعضهم بسهولة بس بسورية بحاجة لتغيير النظام يعني بدك نظام أقرب للعراق منه للنظام الحالي بسورية النظام الحالي بسورية ما بحل المشاكل اللي بتوجه السوريين وما عبي بحسو فيها واتنينتهم عاب بيرفضوا بحسو فيها الجهتين المعارضة ما عاب بحكي أنا عن داعش والنصرة لا عاب بحكي عن معارضة المدنية السورية وأول النظام عاب بيرفضوا بحسو بتغيير النظام بسورية بطريقة تلاقي ويكونوا كل فئة مرتاحة بسورية من نظام جديد هل بتخاف من تقسيم بسورية لا ويسرع على كل الدول العربية يعني من العراق وربما تصل تداعياته إلى لبنان إذا بهد الأمور بهذا الشكل لا مني خايف من لبنان أبدا من تقسيم ما في هذا التفكير أبدا من لبنان لا حتى بالنسبة لسورية ولا بالعراق العراق لا يمكن بالأخير إلا أن يكون شوي حضارة فدرالة بعدهم مش عاب يعرف طبقه الفدرالية اللي هني موجودة بالدستور عندهم نعم بعدهم بعرف الأكرار برضو يستقله بس ما حدا برضو يستقله بيوقف كل المساعدات الاستقلال إذا حصل إذا استقله إذا الإيران تركيا كلهم كلهم ما راح يكون ولا سورية أي سورية تلك ما راح يكونوا مرتاحين مع دولة كردية مستقلة بشمال العراق فلذلك ما معقول فالحل إلا بالتماسك من بعضهم أقلي مع طريقة الدستور العراقي اللي أقرروا كيف أقررواها العراقيين السوريين لازم يجتمعوا ويقروا الدستور الجديد اللي ينصل من حياة بيناتهم لأن الدستور الحالي بسورية هو دستور الرئيس نعم هو دستور الرئيسي ما بتمشي ما بتمشي بقى يعني كل هالهمون بمال والهم هم اللبنانيين دكتور بو حبيب اليوم بمال آخر همهم كيف بدوا يزمتوا من ضبط السير مع بدء تطبيق قانون السير الجديد كاريكاتورة غانم بجريدة الجمهورية تحت عنوان البدء بتطبيق قانون السير رسم شرطي عم بقول لسائق سيارة قديمة عليك خمسمائة ألف سرعة زي دي وينك راقد قال له بركي بل حققبض معاش يعني من شكل السيارة حقق كله ما حقق خمسمائة ألف ليرة تعتقد أنه ثقافة الالتزام بقانون السير ممكن تلاقي سوق بلبنان وقت الله بلش ويطبق وضيط السلولير ما بتأجد تحكي عليه ايه مشيت هاي دي عشار شهر يعني خلصت ليش ما في وهرة ما فيها الوهرة ما فيها الدعم ما فيها الدعم الأولة لا وأنه نسير اليوم وين بتطبق دعم سيارة ما بين طريق الشام والمدفون خلصت العملية شو يعني ما بيوصل على الضاهية ما بيوصل على طرابلوس يعني ما بيوصل ولا بيوصل على صغيرة حتى ما يكون طائفيين نعم ما أبتكر ما أبتكر ولا عصيدة ولا عصور ولا عشي بيغوني بهالمنطقة هادي ومهم لأن معظم الناس اللي عم موتوا بحوالي السير اللي بهالمنطقة ها السرعة هاللي موجودة يعني شي مش معقول تعرف كله الشباب اللي عم موتوا بحوالي السير مهم هادي نتجوا بس أنا يعني إن شاء الله يكون غلطان ماني بتأمل كتير من نجاحه حتى لو كان حتى لو تم الاتفاق عليه بكل هالحوارات اللي عم بتصير ما أظل ما عم تم بحث بالحوارات عم تم بمبحث عم بمبحث الخطط الأمنية ليس كذلك مش من ضمنها ممكن هيك لأنه الوزير المشنوق بيقول اليوم أنه لجريدة المستقبل القانون وضع لإنقاذ حياة الناس ورفع ضريبة الموت عنهم وليس بهذا فرض الدرائب عليهم لك اللون السير الحالي كان كمان منيح بس ما تطبق أول شيء واحد بيطبق اللي عنده وبعدين بيمشي بأنون جديد برغم كل شيء إن شاء الله بيجاح الأنون هنا بالتطبيق لأنه ما حشفينا ناخد أكتر خطلة من جراء السير طريقة السير ليش ما تطبق الأنون القديم ليش الدرك اليوم بس أشافك صار بده يعطيك زبط على الرادار لأنه مش هيدري حكيكي بالنتيجة الرادار مهم بس بالنتيجة بدكون في عندك دركة أو بوليس سير أو شرطة سير عنده وهرة هو قادر ومدعوم مش مش بدكون كمان في ثقافة معين عند المواطن مش موجودة الجهتين بالجهتين محق معي اليوم ناحي الطريقة اللي بيسوقوا فيها خاصة الشباب مش معقولي هيدري إذا بيروحوا على الغرب وقت بيروحوا على الغرب بتليهوا عبسوهم بالطريقة الحلوة المضبوطة بيجوا على بيروت بيجوا على بيكونوا بيريز مثلا بيروحوا على الكونتور طبع المدل إيس بتليقون ضج فوضى بفوضى ما بيقفوا بالصف إذا رحينا على آير فرانس بيقفوا بالصف لا هاي طريقتنا الليبنينية حين منجي لهون حتى نكسر القنون بتتغير كلها العقلية وبنكون في تثقيف وبنكون في حوارات حوارات على التلفزيونيات فيها هاي نعم هاللي مش موجودة بعد بالموضوع السياسي نتائج جلسة مجلس الوزراء بالأمس اختصار وزير أو مصادر وزرية للنهار بالقول مشروع الموازنة العامة بمأزاق كان فيه انقسام بالرأي بين فريقين فريق يريد دمج سلسلة رتب ورواتب بالموازنة وفريق يريد موازنة بالسلسلة وخلفية الموضوع منها سياسية بدليل انه حزب الله وطيار المستقبل كان عندهم رأي واحد من هذا الموضوع بمقابل رأي آخر هل مراوحة بالعملية السياسية كيف ممكن هيك يعني تلاقيه لطريق للحال المراوحة السياسية أو هاي اقتصادية اذا بتحكي على الموازنة نعم اللي صلنا 12 سنين نعم ما عنا موازنة يعني انا بشوف اي موازنة بتأيدوا فيها الوزراء ومش انو موازنة بعدين بس نعمل اعتمدات جديدة من خارج الموازنة هي بتكون اشرف للبلد من اي شي تاني دون ربطها بموضوع سلسلة رتب بس سلسلة رتب والرواتب بلا تدخل وين بالموازنة بالاخير يعني بتدفعي مين بدي يدفع الدولة نعم مش عم نحكي عن المدارس الخاصة عم نحكي عن المدارس العامة الرسمية هالمدارس الرسمية هذي كلها اساتي موصفين بالدولة لنطلع اكتر على الجو اللي سيد مبارح بالجلسة معنا عبر الهاتف معالي وزير الثقافة روني عريجي معالي الوزير صباح الخير صباح النور الجو اللي عكسته جريدة النهار عن وصول موضوع الموازنة الى مأزاق وحديث اكتر من مصدر وزاري لأكتر من صحيفي عن كتبة مخفية لأي مدى هو دقيق وبتقديرك اين تقع الكتبة المخفية طبعا يعني حسب ما شفت مبارح من ال كنت مشارك والمدولات في مشكلة حلق وصلت لمستوى المأزاق ما بعرفه ولكن في مشكلة حقيقية انا كنت ابدأت رأيي واكيد غيري من الوزراء ان الموازنة امر جوهري مش امر عادي قصة انه صلى عشر سنين الدولة بلا موازنة وبالتالي ما عنا طرف انه ما يكون عنا موازنة كل طرف سياسي ابدأ موقفوه من من الموازنة وادراج سلسلة الرتب او عدم ادراجة ولكن مش في انه وقفنا هون يعني كل واحد قدل بموقفوه وما ما تم التقارب او النقاش كيف نلاقي الحل وهذا الشي اللي بيرأيي منه منه سليم ومنه صحي مواقفنا بنعرفها بنعرفها او من بعضنا بالنقاشات او او بوسائل الاعلام ولكن بننا نلاقي الحل في جزء من الحل بالحكومة وفي جزء من الحل بعدين بمجلس نوع ولكن على الحكومة كان انه نلاقي مخرج نتفق على هالموازني خاصة انه الارقام منها يعني منها هالمصدر المشكل الكبير المشكل وين والله صراحة انت عم تحكي عن قطبة مخفية وانا مبارح بقلك ما بلاقي مبرر لهالجمود اللي صار ممكن يكون هالانكماش السياسي بالبلد هو هاي هالقطبة المخفية وبالنتيجة تارت سلسلة الرتب والرواتب لا هلا هي سلسلة مش عنا نحنا سلسلة مش بالحكومة تعيكون الناس عم تسمعنا نكون دقيقين الحكومة السابعة ارسلت سلسلة الرتب والرواتب على مجلس نواب وبالتالي على مجلس نواب البتة ولاس على الحكومة كل الموضوع نحنا بالحكومة هل ندرج ارقام السلسلة المتوقعة للسلسلة في مشروع النفقار بالحكومة او لا ندرجه هاي دي النقاش ولكن موضوع السرسلي هيكون واضح للعالم مستمعينك اللي عم يسمعونك هلا انه الموضوع بالمجلس نوري مش عنا نحن اذا منفوت هالارقام بالموازنة او لا هاي دي نقاش تقني برأيي انا كان لازم يتلاقلوا حال هل كمان الحكومة راح تكون امام امتحان كل ما اقترب موضوع التعينات الامنية لانه مؤخرا بالصحف معالي الوزير نحن نشوف تصعيد من العماد عون على خلفية هالمسألة سيما وانه موقفكم كتيار مردة متباين مع موقف العماد عون نحن موقفنا مش متباين نحن موقفنا متفقين مع العماد عون على ضرورة التعيين على ضرورة طرح الموضوع على الحكومة لانه الحكومة عينت قبل مرة تم تعينات وبالتالي ماشي بيمنع انه ينترح الموضوع على التعيين الممكن يكون موضوع تباين هو اذا ما صار هالشي الموقف هنا نحن منحبز انه استمرارية الحكومة لانه ما في غيرها اليوم عم بيعمل بشكل مقبول يعني بمؤسسات الدولة مجلس نواب معطر جمهورية ما فيه لسؤال حص وبالتالي الحكومة هي الملازل الوحيد للسلطة التنفيذية اليوم وبالتالي هنا ممكن يكون في تباين ولكن هذا التباين سنظري لانه للموضوع انطرح وبعدين اذا انطرح وديسير فيه تشاور مع الحلفاء البيئين بهذه الاطارة شكرا لك معالي الوزير شكرا لك شكرا لك على هذه المشاركة معنا في كلام بيروت شكرا جزيلا للنقاط اللي سألت معالي عننا رح ارجع استعرضة معك دكتور بو حبيب انه بعد التوقف مع تاني فاصل لحظات ونعود الرئيس بري ممتعد من عدم اقرار مجلس الوزراء بالامس مشروع انون الموازنة العامة ويؤكد رئيس بري باكثر من حديث صحافي انه اذا كانوا يصرون على تعطيل مجلس النواب فاقول بصراحة بانني سأطالب بحل المجلس مثل ما قال جريدة السفير عملا بالدستور الذي يبيح حله في حال امتناهي عن الاجتماع طوال عقد عادي كامل دون عذر او سبب قاهر بس مش اول مرة المجلس ما بيجتمع لعقد عادي الرئيس بري قداش بتشوفه جد بهذا الموقف في عملها انو ما يمد ما بده حل المجلس بيقدر واحد ما مد يعني كان هو احد اعمل التمديد لمجلس النواب وهذا شي غلط حتى لو اجوه زيته النواب احسن انو يتجددلهم وسط الشعب مش يتمددلهم وسط نفسه لانو اذا انت تعطيتي وكالي لمحامي وفيك تشليه منه وتريده معك ايه بيقرر مجلس وزراء قبل ما يقرر مجلس النواب لاني بده مشروع انوه فمن بعد ما يقرروا بده النواب كمان يعطوا اليوم لانه عنا موازني بعجز دائم بده يعطوا انه اوكي نين بتجيبوها المصاري فبتحطها بعدين بيجي هال ارتفاع بالموازنة وارتفاع كمان بلم المصاري فحتى توازن بعضها بس لازم يطلعوا بموازنة بعد عشر سنين اسرار الالهة بالنهار اليوم بتقول وفقا لمعطيات اقليمية نائب سابق يؤكد حصول انتخاب رئاسي قبل تموز المقبل عندك هالانتباع ان شاء الله بيقول بس انه دايما فيه تكهنات وفيه استعادات وهمية بيصير ليش خل تموز بيتوقع هيك طلع عباله لا زبطت ما زبطت بيكون السينة شو قال هالنيب هيدا ما فيه شي يعني من الواقعية بهال ميشيل نصر بهذا الاطار يتحدث عن زيارة موفد فاتيكاني في لبنان لمتابعة اوضاع المسيحيين الكرسي الرسولي لوصول رئيس توافقي الى سدة الرئاسي يعني فيه نأمة فاتيكانية واضحة وعلنية ليسمعوها زوار الحاضرة عند تطرقهم للموضوع اللبناني قاليك من دوشك فيه خليف بالتفكير ما بين الفاتيكان والمسيحيين لبنان خاصة الموارنة وهيدا منه جديد خليف بالتفكير بأي معنى؟ بالمعنى انه التفكير فيها التفكير فيها يعني بجوز عن خطأ بجوز عن قلة حوار بيناتهم انه الفاتيكان بده المسيحيين يكونوا اهل دمة لكن المسيحية ما راضية فيها هيدا كيف يعني اهل دمة انه يرضوا بالموجود؟ يرضوا بالحالة ماشي الحال انه انكم موجودين هون وخليكنوا هيك شي وهيدا غير مقبولة خاصة عن الموارنة مثلا المسيحية عموما غير مقبولة غير المسيحية غير الموارنة ما بيشارعوا للفاتيكان فيه خلاف يعني والبطريارك الرائعي اين بهذا المشهد؟ الى من هو اقرب اليوم؟ لا فيها النفسية المارونية التقليدية فيها نعم لكن فيه كمان عنده نوع من التقاء يعني من ناحة الرئاسي بقضية اقرب للفاتيكان اقرب لاجل ذلك معه مضرب بعصى ام خوفا منه ما في عصى تقربية ان يتكرر معه سيناريو العام 88 مع البطريارك سفير نعم ولا بطريارك جيب رئيس جمهورية ولا بطريارك جيب رئيس جمهورية ابدا دايما في اول مرة سنة 88 نعم وسنة 2007 نعم اقنعوه للبطريارك انه يقدم اسماء وما زبطت هاي تقديم الاسماء ما على طعمه يعني الواحد بنزل من حاله لما يقدم اسماء مش مأكد انه حدا من الاسماء رح يطلع رئيس الكرة اليوم بملعب من رئاسيا؟ ملعب الاقليمي مش ملعب اللبناني ابدا ولا بنسبة مئوية ضئيلة خرجت من الملعب اللبناني؟ انا فيه الفئة الاكبر نعم يعني اذا بتقسميه لا قسمين ناس انه بدون لبناني الفئة الاكبر من النواب لانهن اللي بيقرروا بدون القرار الاقليمي بدون فيه قرار اقليمي اذا اتفقوا المسيحيين ما بيجبروا خلفاء يمشوا بهذا الانتفاق؟ انا انا بدي اسألك اذا اتفقوا على الدكتور سمير جعجع بيمشي حزب الله؟ اذا اتفقوا على الجنرال مشال عون بيمشي الرئيس الحريري الرئيس الحريري قال اكتر من مرة يعني مش من زمان كان فيه لقاء بين الرجلين وقال انه اذا اتفقوا عليه المسيحية انا بمشي فيه فيه معارضة فيه معارضة سعودية هنا للرئيس الحرير لا للعماد عون وزيرات الوزير جبران بسين للسعودية وزير الدخارجية ما فيه راه امفتاح طبعا امفتاح هو جنرال عون بده امفتاح عليهم بس فيه فيتو سعودية ليش ممكن السعودية ترفض العماد عون ليش بده ترفضه اللي رافضه مش السعودية ككل هو وزير الخارجية السعودية سعود فيصل بعده متعلق باتفاق الطائف للي ما وفق عليه بداية جنرال عون نعم من ثم كان لو وفق عليه كان الراعي الاول هو سعود فيصل هو بده يجي لهون رحصان ابيض لكن ما صبتت معه بعد سنة صارت حرب العراق وكل فيت سورية من الكل انه هي تحتم بالشؤون اللبنانية وفرط هالعبنية وصار اللي صار وبعده مش ليسيلوا اياها هل قد لا لا هلها مش عنا عبولها طيب ما في غير العماد عون دكتور ابو حبيب ممكن يكون رئيس لجمهورية لبنان وقف على رجل دكتور سبيرجا اذا بتسألي الموارنة بدي يختاروا زعيمين احد زعيم يقون وزعيم هؤون مش بقودين اما من هؤ ومن هؤون ما ممكن يكون شخص ثالث يجمع بين الفريقين صعب على الموارنة اللي تفقوا على شخص ثالث غير الزعيم طبعا ما شيفة أنا ما شيفة العماد عون بحسب الشر الاوسط متشدد جدا بموضوع رفض التمديد للقوة للقيادات الامنية وهو ابلغ المعنيين اي حلفائه واخصامه على حد سواء بانه اذا ما استجابه لدعوهاته باتمام التعينات لن يتابع العمل بالحكومة اولا ليش العماد عون هالقدي عم بيطرح بكثرة وببكير نسبيا هذا الموضوع لا لا شهر الجاية بقايلول بتبلش بتبلش بس هي المقصود فيه ايات الجيش لا بس كلها موجودة القصة فيها انه مرة الماضي مدد لقية الجيش كيف مش الوزراء ما كان عم يجتمع فعلى وزير الدفاع نتحمل مسؤوليته وتحمل مسؤوليته يوم متى الوزير غصل نعم اليوم مجلس الوزراء عم يجتمع لازم هو يقرر مين بيكون خائد الجيش مين بيكون خائد الأمن الداخل بس ما في رئيس جمهورية مش وزاكين عبعينه عبعينه من دون رئيس جمهورية بس ايات الجيش تحديدا مش لازم يكون في رئيس جمهورية لا مجلس كونه رئيس الأعلى للأول بدو مددوله خلي مجلس وزراء مددله مش وزير يمددله مين بدو كل الوزراء ماشيين معدل عماد عون لا لا عميلك شوي اول شي يطرح عصمة جديدة وبعدها بتصير العملية ما عمدين تطرح هيدا عم مجلس وزراء ما شفنا هالشي مجلس وزراء تركيز العماد عون على العميد شامل روكوز ما بيحرقوه يمكن شامل روكوز هو من الضباط الكبار الذين يستحقونه يكونوا لقاء الجيش ضعفه اليوم اذا في شي هو انه صهر الجنرال عم بيحرقوه لانه صهر الجنرال عون ولانه الجنرال عون عم بيتمسك فيه كمان طبعا بيتمسك فيه اول شي بيعرفهم كله طبعا بيتمسك فيه من دور شكياني فيها بعدين جنرال عون بقول اذا مجلس وزراء عين اي ضابط اخر انا بمشي فيه واذا بدون يمدده لكي الضباط 30ين انا بمشي فيه واذا مجلس الوزراء هو بده يمدد بالامل الداخلي والجيش انا بمشي فيها بس انه يجي وزير ويعمل امضة ويقول انا بقرر لا ما في بعد شخصي بهذا الموضوع المدر العامين وما فوق نعم وهولي بينعدون مثل المدر العامين هو بعينه مجلس وزراء بأكسرية التلتين بيجي وزير ما في بعد شخصي دكتور محبيب بهذا المسأل سواء بين العماد عنو العماد اهواج او بين العماد عنو وهذا الوزير يعني فيه هلا بين كل موارني بمعركة الرئيسة مفتوحة للجميع يعني هذا المقصود لا مش المقصود هو بعارضه اصلا مبدئيا عبيقلك انه خلي مجلس وزراء يختار البدوياه ما هو ما هني عنده وزيرين مش هيك بقدروا يتفقوا على اي ضابط اخر ويجيبوا رئيس اقاءة الجيش او على على الجنرال الاهواجي ويمددوله بس مش وزير ما بحياتها صارت انه وزير عبتغسر ثلاثين مجلس الوزراء هيبدا ما بدا وزير واحد باي حال الموضوع عندما سيطرح ببين ساعتها انا بفتكر من هالناحية في اتفاق كامل بين جنرال العون وقيادات المستقبل انه اي انه هاي مش للوزير هاي لما جزيز وزراء انه عينا بهالموضوع ممكن وصلنا لختام حديثنا معك مع انه في كتير بعد كنت مواضيع حبة اسمع رأيك فيها دكتور عبدالله ابو حبيب انا بدي اشكرك شكرا جزيلا انا ممنون لحضورك معنا اليوم بتليفزيون المستقبل انا ممنون شكرا كتير اشتركوا في القناة